على أرض الرافدين قامت حضارات وشيدت دول دام بعضها مئات السنين ثم حلت الأخرى محلها وهذه ببساطة عادة الإنسان منذ القدم ومن عادات الإنسان كذلك أن يتخذ لكل من تلك الحضارات والدول عواصم تظهر في شوارعها وأبنيتها ومعابدها قدرته على الإبداع وتعكس كذلك رفاهية الحياة التي كان يعيشها أبناء تلك العواصم ومنها مدينة واسط الأثرية التي سنتعرف إليها مع الزميل عباس العيساوي منارة الحجاج أو ما تسمى مدينة واسط الأثرية تقع إلى الجنوب الشرقي لمدينة الكوت بمسافة تبعد خمسة وستين كيلو مترا بناها الحجاج بن يوسف الثقفي عام ثلاثة وثمانين للهجرة كانت واحدة من المدن الإسلامية الكبرى وتعد خامسة مدينة إسلامية وثالثة مدينة عراقية بعد البصرة والكوفة تعد مدينة واسط الأثرية من المناطق المهمة جدا من ناحية العمق الآثاري والتراثي في العراق على اعتبار أن هذه المدينة كانت عاصمة لمنطقة تمتد من حدود الصين شرقا إلى حدود حلب غربا ومن أذربيجان شمالا إلى الحجاز جنوبا فهذه المدينة مدينة مهمة في التاريخ الإسلامي في العصور الوسيطة يذكر لوازة أنها المدينة الوحيدة التي قومت المغول في احتلالهم للعراق سنة 656 هجرية هذا المكان بني ليس لفترة زمنية قصيرة وإنما مستخدمة من طابوق ومن مواد أولية هي بقت صامدة أمام المؤثرات المناخية والجغرافية لفترات طويلة واليوم باقي البوابة هي شاهد كانت هذه هي مقر الحكومة الأساسية لمدينة واسط ويتضمن هذا المقر أيضا المدرسة هي المدرسة الشرابية تضم المدينة مساجد ومقبرة وضريحا وحصنا وآثار أخرى لا تزال مطمورة تحت الأرض وأكدت مفتشية آثار واسط إنها مستمرة في البحث والتنقيب لاكتشاف المزيد من آثار وكنوز هذه الأرض تمت عليها في ذلك الوقت في سنة 1936 جرت عليها تنقيبات من قبل الهيئة العامة للآثار والتراث وثم تم صيانتها سنة 1965 من قبل الهيئة العامة للآثار وتم صيانتها سنة 2022 من قبل الهيئة العامة للآثار دارة الصيانة بالاشتراك مع مفتشية آثار وتراث واسط تعتبر مناطق سياحي المهمة في محافظة واسط ومن الأماكن الشاخصة والمعروفة في محافظة واسط بالعموم طبعا اللي نتمنى ولي ندعو إليه أن يتم الحفاظ عليها أكثر ودعمها أكثر إنشاء هذه المدينة الأثرية كالفواردات العراق آنذاك مبلغا يقدر ب43 مليون درهم كانت عاصمة للعراق في تلك الحقبة تراجع دورها كمركز إداري عقب سيطرة العباسيين على العراق وتأسيسهم لمدينة بغداد بعد أن طالها الإهمال والتخريب لسنوات وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالتعاون مع مفتشية آثار واسط قامت بتطويرها وترميمها لتكون قبلة للسائحين الذين يقصدونها من داخل وخارج البلاد لبرنامج بين نهرين عباس العساوي من مدينة واسط الأثرية